نروح لأخبارنا العالمية هنبدأ مع الأسطورة كريستيانو رونالدو كريستيانو رونالدو كان فيه مباراة مع البرتغال مع أندورا وخلصت المباراة 7-0 صلاح البرتغال المهم في الموضوع أن رونالدو بيعادل الرقم المسجل باسم الأسطورة بوشكش بعد تسجيله هدف طبعاً امبارح في منتخب أندورا رفع رونالدو رصيده إلى 746 هدف خلال طبعاً كل مسيرته الاحترافية حتى الآن زي ما قلت الحضراتك ده بيعادل الأسطورة كمان بوشكش اللي بتقاسم معه المركز الرابع على المستوى العالمي في أفضل هدافة كورت القدم عبر التاريخ كريستيانو رونالدو لسه قدامه مشوار طويل جداً جداً هيحقق نتائج وهيقق أهداف وهيكسر أرقام كبيرة جداً كريستيانو رونالدو ظاهرة أعتقد مش هتتقرر كتير خلال السنوات اللي جاء دي حياء طبعاً نروح لجريك كلارك اللي أعلن استقالته من منصبه طبعاً هو نائب رئيس الاتحاد الدولي لكورت القدم فيفا قدم استقالته بعد أقل من 48 ساعة من طبعاً على الاستقالة دي من منصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الإنجليزي الاستقالة دي كان هو قدل بتصريحات أو بتصريح تقريباً معين تم تصنيفه كتصريح عنصري ضد اللاعبين أصحاب البشرة السمراء ووصفهم بالملونين قال الملونين هو حقيقي اعتذر لللعيبة أصحاب البشرة السمراء بشكل عام عن استخدامه للمصطلح ده مصطلح اللاعبين الملونين وده طبعاً يعني يمكن ده نوع من يعني ده كان في جلسة زي ما انتوا شايفين كده قدام لجنة الثقافة والإعلام والرياضة في مجلس النواب لو كان مقصود أو ما كانش مقصود لو كان التصريح ده بإرادته أو خارج عن إرادته أو حتى استقالته دي تقبر عليها أو تمت بشكل إرادي من قبله يعني فغير مقبول طبعاً أكيد بتكلمين في نقطة هامة جداً أنا هتكلم في نقطة مختلفة شوية أن هناك ما فيش هزار اللي بيحاول يخرج عن النص أو حتى بقصد أو بدون قصد هو بالنفسه بيحس أن الموضوع انتهى بالنسبة له فبيقدم استقالته ومسؤول كبير يا إما بيتم إقالته لأن الموضوع هناك موضوع تعصب بالنسبة للون والدين والعير الكلام ده ما فيهوش هزار هناك في أوروبا وانتهى بقى خلاص يا كابتن وقت الموضوع ده كمان زي ما بقولك فيه سرامة جداً 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 وإحساس المسؤول كمان يا سامي يعني أنا كمان عجبني أنه هو له قد فعلاً استقالته إحساسه كمان بالمسؤولية وإحساسه أنه أخطأ في حق المنظومة وحق أنه هو مسؤول ودائما بنكلم مسؤول دائماً عليه مسؤوليات كبيرة جداً فأعتقد دوت بيدينا مؤشر تاني أو بيرجعنا أن الأجواء إن شاء الله أنه موضوع التعصب ده مش موجود في بلدنا والتمييز التمييز ده تمييز وهو لم يحالفه الحظ لتوفيق الحقيقة صحيح لا بتصريح دوت يعني أنا بقول أنه أعتقد أنه شيء إيجابي جداً 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 أنه هناك ما فيش هزار يا جماعة اللي بيحاول أو بيخرج عن النص أو بيسيء إلى منظومة الكورت القدم أكيد يا إما هو من نفسه بيحس بالكلام ده فبيستقل يا إما بيتم قالته نفسنا نشوف الكلام ده في مصر بس أعتقد الدنيا تبقى صعبة شوية خلال السنين اللي جاي طيب تعالوا نروح لنادي لوس أنجلوس جلاكسي الأمريكي أكد استمرار طبعاً نجم خفير هيرنانديس ده طبعاً نحن عارفين ده النجم الكبير يعني نجم كبير في المان يونايتد وريال مدريد وراح أمريكا وقال استكماله التعاقد معه رغم صعوبة الموسم الأول بالنسبة له في أمريكا خطوة انتقال هيرنديس للدوري الأمريكي ما كانتش الأفضل بالنسبة له هو غايب طبعاً عن مباراة كتير الموسم دوت والموسم اللي فات وكمان تعرض لإصابة مستوى الفني أكيد رجع بشكل كبير جداً وفريق لوس أنجلوس جلاكسي كان طبعاً بيعاني الموسم اللي فات ويأمل بقى إن شاء الله الموسم اللي جاي أنه يحقق نتاج أفضل لأنه نجم كبير بصراحة كلنا نفتكره وتقلق مع المان يونايتد راح لبركوزن برضو تقلق وتقلق بشكل ملفد مع ريال مدريد فأعتقد الموسم الأول اللي في أمريكا ما كانش على المستوى المطلوب لكن جلاكسي بيأمل إن شاء الله أنه يستفيد منه في الموسم اللي جاي إن شاء الله طبعاً جائحة كورونا مستمر والموجة تانية أفتكر أن هي أصعب كمان من الموجة الأولى لكورونا فيروس النهاردة مارك روسي مارك روسي الإيطالي المدير الفني المنتخب الماجر النهاردة بتعرض للإصابة بفيروس كورونا النهاردة بيقضي فترة العزل الطبي منتخب الماجر اللي عارف بيستعد لمباراة مصرية ضد آيسلاند والفائز في المباراة دي هيتأهل بطولة اليورو المقبلة الماتشة هيكون على ملعب بوشكش أرينا الشهير وهيكون بدون طبعاً حضور جماهيري بسبب طبعاً الفيروس اللعين طبعاً يعني مباراة مهمة جداً بتحقق مصير يمكن أول يعني أول لقاء أو أول حاجة طبعاً زي ابن دايماً نتكلم الوقاية ودائماً إجراءات احترازية والتباعد الاجتماعي وتنزانيا راح جمه حضروا 8 ألف يعني نتمنى إن شاء الله بإذن الله أن كل الأمور تتحسن في الفترة اللي جاية كان فيه يمكن مبارح بعض الإشعاعات قالت أن وفات مارادونا يمكن على بعض وصائل التواصل الاجتماعي أن مارادونا توفى طبعاً للأسورة الكبيرة مارادونا لكن مارادونا حين يرزق الحمد لله لغاية دلوقتي آه تضهرت صحيته شوية بشكل اللافت للنظر خضع العملية زي ما احنا عارفين الأسبوع اللي فات لكن بدأ مارادونا طبعاً النجم الأرجنتيني الكبير يتعافى تدريجياً خلاص قرب يخرج من المستشفى طبعاً زي ما احنا شفنا الأسبوع اللي فات وما زالت مظهر الحب طبح مارادونا بعد تعرضه للوعقة الصحية ده يتعادل جبير جداً جداً من نجوم العالم طبعاً مارادونا بالنسبة لهم آيكونة كبيرة جداً بيدعموه بيرسلوا بعض الرسائل المؤسرة اللي بتدعمه على النحية المعنوية والنفسية طبعاً وكان على رسوم طبعاً ليونال ميسي الأرجنتيني كان بيدعم مارادونا بشكل كبير جداً جداً وزي ما بقوله هو مارادونا كان بيمر بأزمة صحية عنيفة جداً يمكن وطبعاً ده خلال الأسبوع اللي فات مبارح كانت تدهورت صحته لكن آخر الأخبار أنه هو فيه تحصن ويمكن موجود لسه في المستشفى خلال أسابيع إن شاء الله ما كانش صعبة ما كانش سهلة وبعدين كمان ميسي جماهير خمينيسيا كمان لما رحوله وهتفوله وكذا هو أيقون الحقيقة ومش بس مجرد لاعب عندما تذكر الأرجنتين يذكر مارادونا زي يعني حاجة كبيرة جداً أنا بحب يصير نروح بقى الكومن يا جماعة كومن بقى عايز إيه يخلي برشلونا يعني كلها تقريباً من بني وطنه النهار ده كومن اتكلم عن إن فينالدوم ممكن يكون هدف للنادي الأسباني قريب وألف تصرحات له أبرزتها ديلي مال بريطانية تحديداً إن فينالدوم فينالدوم لاعب جيد جداً لكنه الآن مرتبط بعقد مع ليفربول اتكلم كمان إنه يمكن يكون فينالدوم خيار لبرشلونا في الأيام اللي جاية يعني هو محدود في دماغ كومن لكن طبعاً ما يقدرش كومن يزود أو يقول كلام أكتر من كده في التوقيت الحالي لطبعاً لتعاقد طبعاً فينالدوم مع ليفربول في التوقيت الحالي ثلاثين سنة يعني هو لعب ثلاثين سنة يعني يمكن سوائي لا دلوقتي في عالم فكرة القدم الحديثة كابتن الصفقات على أندال كبيرة بتبقى لها حسابات مختلفة اللعيب كبير في السن ممكن جداً ما يبقاش فيه انفستمنت له على المستقبل البعيد لكن ممكن يستفيد به كومن لأن العملية صعبة لبرشلونا السندي يستفيد به يمكن سنة أو سنتين لغاية ما الأمور تتعدل بشكل أو بخ ترجمة نانسي قنقر